تعالوا بقى اروح مع حضرك عندما اطلع فاصل عشان ضيوفي كل اللي انا قلته من اول الحلقة لغاية دلوقتي بيتكلم عن موقف مصري صلب وشريف وشبع بشهادة كل الاطراف والدليل زي ما قال المشار احمد فهمي عندنا اكتر من 222 صلب الرئيس والخارجياء الدهم وعندنا تحركات على مستوى القطاع الاستخباراتي والامني والتواصل والانساني وكل الشغل اللي احنا قلناه والشرف اللي احنا بنقوله والفخر اللي احنا بنقوله يطلع موقع مدى مصر يعبث في مفاصل مرتبطة بالامن القوم المصري لحساب مين الله اعلم اكيد مش لحساب المشاهد او القارئ اكيد لحساب جهات وانا بقول تاني انه في اوقات الحروب ما حدش يتكلم يقول لي ديمقراطية ما حدش يتكلم يقول لي من حق عبر عن رأيي لانه في اوقات الحروب وافقات الازمات في فرنسا دربوا المتظارين بالجزم وفي المانيا دربوهم بالجزم وفي ايطاليا دربوهم بالجزم وفي امريكا دربوهم بالجزم عشان ممنوع حد يعمل مشكلة قد تمتد وتعمل ازمة داخل فرنسا وداخل بريطانيا وداخل المانيا وداخل ايطاليا وداخل امريكا النهاردة يا جماعة بقول في ايطاليا شوف عمله ايه في باتريك زاكي النهاردة مدى مصر بتقول ان حريه لا عندك وفع عندك اولا ده مخالفة صريحة للاكواد الخاصة بمتطلوبات الامن القومي ده مخالف لكل القيم والقوانين اللي بتقول ان في اوقات الحروب ممنوع بث شائعات وممنوع استنتاج حاجات ونشرها تؤدي الى تشويه الحقيقة وتؤدي الى ضايا الحقيقة طلعوا قالك توابع طفان الاقصى مصري تجهز مراكز ايواء شمال سيناء وتعليمات بتفادي التصعيد هات يا ابن اهو ده ده مدى مصر مطلعين هذا الكلام يوم 8 اكتوبر اهو تاني يوم توابع طفان الاقصى مصري تجهز مراكز ايواء شمال سيناء وتعليمات بتفادي التصعيد مين اللي قال للجهبز او الجهبزة بتاعت الجهبزة بتوع البدا مصر ان مصر جهزت مركز هواء مين قال مين قال تقول وكذب يعاقب عليه قانونا وما فيش هزار وقت الازمات لا تحدثني عن حرية وديموقراطية وعقو انسان وقت الازمات والحروب الموضوع لا يتحمل ولا يحتمل وبشكل دقيق واضح ولازم نقولها بقوة ونقولها بحسب ونقولها دون ان يكون هناك نوع من القوف او الاعتبار لاشياء اخرى اول تجهيزة قالوا الكلام دون تاني مرة قالوا ايه بصوا بانبارح مصر تميل لقبول مشروط لاي نزوح فلسطيني تفرضه اسرائيل بصوا يا جماعة شبتين دول عكس كل ما تم التصريح به من رأس الدولة ومجلس الامن القومي المصري والازهر الشريف والمفكرين والاعلام المصري والاعلام الرسمي والخارجية المصرية كل المؤسسات المصرية اجمعت على انه اهو لن يكون هناك نزوح فلسطيني الى مصر ولن نقبل بتصفيت القدار الفلسطينية وعملين نقول تيجي ماذا مصر تروح عامل لك المصر تميل حلوة تميل دي حلوة تميل دول بيتميلوا اعلاميا بيتميلوا اخلاقيا ده تميل الاخلاق ده تميل مهلي ايه اللي ايه التميل ايه اللي ايه القارف اللي احنا فيه اناس في يعني ايه التطاول ايه الفعلا بيحاولوا ينتزع الحقيقة من سياقها بهذا الشكل الفج الحقير طبعا اول ما قالوا هزا الكلام مصر بتميل وعطوا الصورة غير المعبرة دي يعني انا معرفش مدى مصر دول شغالة لحساب مين انا معرفش مدى مصر شغالة لحساب مين بالتأكيد ليست لحساب القارئ بالتأكيد لحساب جهات اخرى انا معرفهاش بسرعة بعد ما عملوا الخبر دهو دخل باهي الدين حسن وقال ليه باهي الدين حسن قال النكبة الثانية النكبة الثانية اهو 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 قال النكبة الثانية وقال شهد الكلام الفارق وجاب مين جاب مدى مصر وسترشد بيه شغال يعني هو واحد كيف تم تدوير الاكاذيب مدى مصر طلعها باهي الدين حسن يدورها وبعدين حمزة زوبع يشتغل عليه هات يابني هات يابني اهو حمزة زوبع يشتغل عليه اهو قال لك العرض الموجود والرد المطلوب شغل ناس شياطين شغل شياطين ايه علاقة مدى مصر بباهي الدين حسن بيه علاقة باهي الدين حسن بيه حمزة زوبع خدوا نفس الكزبة اللي مصر مدى مصر قالتها وان مصر بتعمل مفاوضات لا مصر بتميل لمصر بتتميل مصر لا تميل ولا تتميل انتم الذين تتميلونا وتتميلونا وفقا لمصالحكم وبعدها على طول يطلع جمال سلطان هات ياساروت اهو اه يحسب لموقع مصر اخبار المستقيل نقلع عن سدر ان هناك ميلا داخل شفت تدوير كزبة واحد بس يقول كزبة والبقى يدورها بعد جمال سلطان خدها مين خدها شبكة ترازد هات يا ابني شبكة ترازد الاخوانية الحق الموضوع وحطوا الصورة مدى مصر يبقى مدى مصر لما كزبت مين اللي الشغل عليها وخد الخبر بتاعها معروفين اخوان وانركية وبتوحوا انسان عملوا حالة تيجي مقر الصبح تاخد القصة دي وتعمل قصة كيف يتم تدوير الاكاذيب مدى مصر نموزجا مدى مصر نموزج للإعلام الساقط مدى مصر نموزج للصحافة الساقطة مدى مصر نموزج لللا مهنية واللا اخلاقية واللا وطني انا بقول بشكل واضح ايه الكلام الفارغ هل هذا وقت ازمة في وقت الازمة هاذا الكلام واكاذيب وابطيل عكس الكلام المعلن وعكس كلام اللي بتقل والنهاردة الرئيس مع بلينكين على الهوى مباشرة يتقل هاذا الكلام وسمح شكر كل ما بيقابل حد من الوصول الخارجية بيقول هذا كلام وتقول ماذا مصر تعمل هذا الكلام مجلس الامن القوم يقول هذا كلام يا جماعة العمل في عقول الناس وفي ضمائر الناس اعتقد ده جريمة بتستحق العقاب وانا بقول موقع ماذا مصر يعني انا كيف يمكن لنا ده موقع غير مرخص موقع غير قانوني وبقول انه لابد اغلاق هذا الموقع لابد من اغلاق هذا الموقع وانا بكلم كاعلامي مستقل بقول هذا الموقع يمثل جلطة في شريان الامن القوم المصري ليه لان هذا الموقع بيبث اكاذيب على مدار الساعة وعنده علاقات وطيضة بين مجلس تحريره وبين السفراء وبين الناس الخلايا لبرة وبين المؤسسات اللي برة انا بتهم هذا الموقع بانه بيعمل ضد مصلحة الامن القوم المصري بتهمه حريت رأيه تعبير في وقت الازمة غير مقبول سماع هذا الرأي غير مقبول هدي الاكاذيب احنا ممكن نصحين ويعني نعمل نفسنا مش عقلين بالنا في اوقات عادية لكن في وقت الازمة اعتقد الجريمة والجرمي بيبكبر جدا النهاردة طبعا بعد ما قالوا الايكولوميست كادوا نفس الكلام بتاع مدى مصر وقالوا هل يمكن اخناع مصر بالقبول لاجئي غزة شايفين المعركة اللي بتكلم فيها من الاول يوم وبقالنا اسبوع بنتكلم اهو شايفين الايكولوميست بتقول ايه هل يمكن ان مصر تقبل النية بتاع غزة تأسيسا على اللي قالته مين مدى مصر شايفين الخطة شايفين العبد في عقول الناس طيب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يسكت طبعا لا قام المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام عن طريق خيئة المكتب اللي اجتمعت النهاردة واجتماع عاجل احالة المسؤولين في موقع مدى مصر للتحقيق واختار النائب العام في حالة تبوت المخالفات ونشر اخبار كاديمة تلقى المجلس الشكوى وبدأ يعمل عملية الموقع بيعمل تقارير تحريضية اضرار بالامن القوم المصري مصادر وهمية مجهلة حول سماع مصر بدخول بعض الفلسطيني المهاجرين من قطاع غزة بما تنافى مع القوانين ومواطيق الشرف الاعلامية والمهنية والمصدقية واشرت الشكاوى التي تلقاها المجلس الى ان الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية وزير الخارجية كبار المسؤولين اكدت موقفها التاريخي والثابت بعنب السماع باجهاض القاضي الفلسطينية او تهجير الفلسطينيين من اراضيهم وضرورة اقامة الدولة الفلسطينية ده المجلس الاعلام بيقول ده الموقف الرسمي انتو جبتوا كلام ده منين انتو تحولتوا للتحقيق والنيابة الموضوع تعمل شغالها معاكم يبقى دلوقتي مدى مصر امام المجلس الاعلام للتحقيق وامام النيابة العامة لاعمال شؤونها في هذه الاكاديب في وقت الازمة انا بقول الموقع ده المفروض ما يبقاش موجود المفروض لانه غير مرخص وغير قانوني وبيمارس اكاديب وبيمارس ما يضر بالامن القوم المصري بسرعة خافر عملوا ايه؟ عملوا اعتذار زي قلته اهو اهو قالوا تنويه قالوا انه في بعض البعض القراء بعثونا ملاحظات شايف حتى الرقاعة ملاحظات حول تقرير نشر ومدى مصر امس حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من اجل قبول امر واقع تفرض اسرائيل واحنا بنقول طالما انه الملاحظات ده مظبوطة فاحنا هنغير العنوان لانه العنوان هو المشكلة ونخلي العنوان حاجة تاني واعتقد انه اهو اتكلم اهو اكاد ان مصر ترفض حتى هذه اللحظة اي نوع اي نزوح فلسطيني وتحاول اسرائيل فرضه لكنها في الوقت ذاته تدري سيناريوهات التعامل مع هذا الامر في حال التصعيد وبيقول يعني قمنا بمراجعة التقرير وتبين لنا ان عنوان التقرير قد تفهم بطريقة تختلف عن المحتوى ولهذا قمنا بتغييره ليصبح بص بقى مفاوضات مصرية شقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه اسرائيل اقسم بالله العنوان البديل احقر واكثر كذبا من العنوان اللي فات او بقول لك عنوان التقرير او اي هو العنوان مفاوضات مصرية شقة حول سيناريوهات نزوح فلسطين محتمل تفرضه اسرائيل بقول لي بتقول ما ده مصر انتوا شعرفتوا مصريين ولا مش مصريين انا معرفش والله ما اعرفوا مصريين ولا مش مصريين بس بقول هل فعلا الدولة المصرية تقبل ضغوط هل الدولة المصريين يفرض عليها انا اذا كنتوا استعرفوا اعرفوا ما كنتوش بتقروا روح اقروا مش بتربيين سياسين روحوا تربيوا مش بتربيين وطنين روحوا تربيوا لكن اللي بحصل ده انا شايفه عبث قمة العبث العبث اللي بيتمارسوا هذه هذا